مرحلة توجيه اللي فيها مواد وزارية الدين والعربي والإنجليزي وكذلك التاريخ بتمثل 30% والتخصص بمثل 70% لكن هذولا 30% بعملوا وزن في العلامة الكلية لذلك فمطلوب منا في هذه المرحلة الجدية والاجتهاد يعني كل ما مر سابقا في السنوات السابقة ضياع وقت تلفون كثير إدمان على سوشال ميديا وكذلك التشتت والطلعات والرحلات نحاول نخفف منها شيئا فشيئا وانحاول قدر الإمكان أني ألتزم بالدراسة وأنا إن شاء الله سأكون معكم من الخطوة الأولى في شرح مادة اللغة العربية لجيل 2008 وكما خصصتكم بهذا الشرح المجاني على اليوتيوب في صفحتي خصوني بالدعاء تمام وستكون بين أيدينا إن شاء الله الدوسية الدوسية التفوق لجيل 2008 وهذه الدوسية ستكون بإذن الله في مجموعة التليجرام لمن أراد أن ينضم إليها يدخل على رابط التليجرام الموجود في الوصف في الفيديو تمام أعيد النصائح التفكير جديا في الدراسة هذه المرحلة مرحلة حساسة هي الخطوة الأولى نحو المستقبل أحاول أن أخذ علامي عالية حتى أدخل التخصص الذي أريده كل هذه الأمور سأضعها في ذهني لابد أن أحقق أهدافي والأهداف إذا ما كانت الطريق إليها مستقيمة ستضع نفسك في خانة الندم لذلك لابد أن أبدأ ودائما أقول ما تأخر من بدأ لذلك انطلقوا معاي على دوسية اللغة العربية دوسية التفوق نأتي يا أستاذ على اللغة العربية كما هو معتاد في جميع المراحل السابقة نبدأ درسنا الأول بآيات من القرآن الكريم لبركة هذا العام نتبرك منها في هذا العام ونستطيع من خلالها أن نفهم آيات القرآن الكريم طيب إذن الدرس الأول سيكون يا أستاذ هو آيات من القرآن الكريم نعم لكن ليست صورة أو جزء من صورة وإنما ها آيات منفصلة من صور متعددة تمام سنتناول شرحها ومفرداتها وفهمها وأسئلتها وحتى اختيار من متعدد كأسئلة سنتناول هذا الكلام بالتفصيل الممل وأنا معكم من الخطوة الأولى حتى النهاية بإذن الله فنعود إلى الدرس الأول والدرس الأول يتحدث عن القيم الإنسانية القيم الإنسانية لما أحكي لك أنت عندك قيمة شو هي القيمة؟ القيم الإنسانية جمع قيمة إذا شو جمع قيمة؟ القيم مفردها قيمة القيم مفردها قيمة وما هي القيم الإنسانية؟ القيم الإنسانية هي أخلاقيات ومبادئ ينشأ عليها الإنسان ويضع القواعد من خلالها للتعامل مع الآخرين أستاذ أحفظ هذا التعريف؟ لا هي فقط أريد أن أنبهك إنه القيمة الإنسانية قيمة إنسانية بدأ أفهم منين بدأ نطلق لازم أعرف وأفهم مش مجرد إني أحفظ شو هي القيمة؟ مبادئ وأخلاق بتقول مثلاً والله ما شاء الله هذا الإنسان عنده قيم قيم يعني عنده أخلاقيات مبادئ بيحافظ عليها وبتعامل مع الآخرين من خلالها طب إنسانية لأنه تخص الإنسان لا تخص الكائنات الأخرى إذن نحن سنتحدث عن أخلاقيات مبادئ هذه الأخلاقيات المبادئ للتعامل مع الآخرين تخص الإنسان ولا تخص الكائنات الأخرى درسنا هي المبادئ والأخلاقيات التي يتم من خلالها التعامل مع الآخرين هذه المبادئ والأخلاقيات والموجودة في القرآن الكريم بآيات من القرآن الكريم طيب ما هي الصور يا أستاذ التي سندرسها قلت لك أنها هي آيات من الصور وليست صور كاملة فممكن أن نأخذ آية ممكن آيتين ثلاث آيات حسب ما هو موجود أمامنا لكن ما هي أسماء الصور التي أخذت من هذه الآيات الصورة الأولى سندرس آيات من صورة النساء آية من صورة النساء والصورة الثانية سندرس آيات من صورة الحجرات الحجرات والثالثة آيات من صورة الأنعام والرابعة آيات من صورة فصلت والخامسة آيات من صورة الشورى إذن سندرس خمس آيات من صور آيات أو خمس صور لكن بآيات منها وليست كل الصورة تمام هناك آية واحدة من بعض الصور وهناك ثلاث أو أربع آيات من بعض الصور تمام لكن قبل أن أبدأ بتناول هذه الآية شرحا وتفصيلا ومفردات وجميع الأسئلة لابد أن أخذ جو النص وأنا أحب أن أضع جو النص قبل الآيات وليس بعدها حتى تفهم ماذا ستقرأ وماذا ستفهم ممتاز نبدأ الآن في جو النص أستاذ بيقول له أستاذ كيف نحصل الدوسية حكنا لكم الدوسية موجودة في مجموعة التليجرام والتليجرام رابطه موجود في الوصف الخاص بالفيديو أحبابي ركز وانتبه دائما خذ قلم ورقة دائما في عنا إشي اسمه الذاكرة العضلية الذاكرة العضلية إنه الإيد تتعود الكتابة فبالتالي بيصير تعرف الجواب بتساعد الذاكرة الدماغية السؤال الأول يقول لي ماذا يجد المتأمل في النصوص القرآنية النصوص القرآنية يعني الآيات القرآنية الآيات القرآنية ماذا يجد فيها المتأمل أنا لما أقرأ قرآن ماذا أجد؟ أجد متسعا ورحابة شو معنى رحابة؟ برضو سعة يعني نفس المعنى هذا مسميه أشبه بالطرادف إنه مشبهه بعض متسعا ورحابة متاحة يعني موجودة للدرس والتعلم والاتعام شو يعني؟ يعني أنا لما أبدأ أقرأ القرآن الكريم بصير كأنه عندي سعة في التفكير سعة في الدرس بصير بنطلق عندي عدة أسئلة بصير أسألها عدة كلمات بدي أصير أفهمها بنطلق عندي نفسي أتعلم وأعرف الأحكام والمعاملات بنطلق عندي إني أنا بأخذ العبرة والموعظة ماذا حدث لأقوام الآخرين؟ ماذا يحدث للكفار يوم القيامة؟ فبأخذ العبرة والموعظة إذن هناك سعة ورحابة متاحة موجودة أنا عندما أبدأ القرآن الكريم بنطلق عندي يعني سعة ورحابة أمامي وبإيش؟ بالدرس والتعلم والإتعاض إذن ثلاث أمور ممكن يسألني يجد المتأمل سعة ورحابة متاحة في ماذا؟ واحد الدرس ويعطيني خيارات أخرى فأنا بعرف الدرس التعلم نعم الإتعاض نعم شو معنى الإتعاض؟ يعني الموعظة من الموعظة اللي هي العبرة بأخذ العبرة والموعظة تمام نحفظ السؤال وجوابه؟ نعم السؤال وجوابه إنتوا إذا كانوا الأسئلة أسئلة الدوائر فبالتالي بدأتكون فيها خطورة فما بدأ أحفظ بس الجواب بدأ أقرأ السؤال وأفهمه ثم أحفظه تمام أستاذ ليش عاملين نجو النص سؤال وجواب؟ ما هو موجود فيه الكتاب على شكل نص على أساس سهل عليك الفهم وكيف طبيعة الأسئلة ممكن وممكن وجود السؤال والجواب أسهل بالحفظ طيب أخذنا السؤال الأول السؤال الثاني طبعا أنا لما نحكي المتأمل في القرآن القرآن على فكرة حمال وجوه كيف يعني حمال وجوه؟ بمسك الآية بطلع عندي معاني كثيرة بطلع عندي أحكام كثيرة بطلع عندي مواعف كثيرة لذلك وعلى مر الزمان كل عصر إلا يطلع ناس يفسروا القرآن من زمن الصحابة إلى زماننا ما زال هناك أشخاص وأناس يفسرون القرآن وأذكر من ضمن المشايخ المعاصرين اللي ما زالوا على قيد الحياة حفظهم الله له الشيخ محمد راتب النابلسي وفسر أو له تفسير للقرآن الكريم موجود حاليا إذن القرآن الكريم على مر الأيام والسنوات يفسر وعلى مر العصور هناك تفسير له ليس لأن الآية مجرد نقل تفسير وإنما لأن الآية لها كثير من المواعظ وكثير من الدروس وكثير من التعلم لذلك نشع لنا تفسيرات كثيرة طيب نجأ السؤال الثاني لابد للمتأمل في النصوص القرآنية أن يجد متسعا ورحابة متاحة للدرس والتعلم والاتعاد كيف يكون ذلك؟ أنا كيف أخذ الدرس والتعلم والموعظة من خلال المواقف القصصية هذه مهمة جدا إذن أنا من أين أخذ الدرس والتعلم والاتعاد من المواقف القصصية وش يعني المواقف القصصية؟ يعني مثلا قصة أصحاب الكهف قصة موسى مع الخضر قصة مثلا أصحاب الجنتين قصة البقرة إلى غير ذلك من القصص التي أستطيع من خلالها أن أخذ علم أو أخذ درس أو أخذ موعظة إذن كمان مرة المتأمل في النصوص ماذا يجد؟ يجد سعة ورحابة في الدرس والتعلم من أين يأخذ هذا الدرس والتعلم أو كيف يجده؟ يجده من خلال المواقف القصصية شو عن المواقف القصصية؟ القصص التي موجودة في القرآن طيب لماذا من المواقف القصصية أخذ درس؟ لأنها تؤكد من هي اللي بتأكد المواقف القصصية؟ تؤكد ماذا؟ إيلا آه يا أستاذ أنا بدي أفهم شو بحفظ؟ شو معنى إيلا؟ إعطاء شو معنى إيلا؟ إعطاء فمنحكي أولى أي أعطاء فهذه المواقف القصصية ابتعطي الجانب النفسي والقيم عند الإنسان اهتماما بالغة وعناية فائقة إذن ممكن يسألني ماذا تؤكد المواقف القصصية؟ بقول له إعطاء الجانب النفسي ها نحفظ درس والجانب القيمي عند الإنسان اهتماما بالغة وعناية فائقة ممكن يحكي لي ماذا تولي تعطي المواقف القصصية؟ بحكي له الجانب النفسي والجانب القيمي ها عند الإنسان اهتماما بالغة إذن أنا معرض لأي سؤال؟ وبالتالي لازم أحفظ السؤال مع جوابه فهذا بعض الأسئلة التي تساعدك على الحفظ طيب بكمل الجواب هذا الجانب النفسي والجانب القيمي شو دوره؟ ما هو الدور البارز له؟ إذن هذا الدور البارز لمن؟ للجانب النفسي والجانب القيمي لها دور في تنشئة جيل مسلم قادر على البناء والإعمار كما أراد الله أن يكون خليفة في الأرض إذن شو أهميته؟ تنشئة جيل مسلم قادر على البناء والإعمار إذن هذه الفقرة إلى عدة أسئلة أين أجد الدرس والاتعاظ بالمواقف القصصية؟ أو كيف يكون الدرس والاتعاظ بالمواقف القصصية؟ ماذا تؤكد المواقف القصصية؟ تؤكد إعطاء الجانب النفسي والقيمي اهتماما بالغا أو ماذا تولي ماذا تعطي المواقف القصصية تعطي الجانب النفسي والقيمي عند الإنسان اهتماما بالغا ما دور هذا الجانب النفسي والقصصي أو ما دور هذه المواقف القصصية لها دور هذه المواقف القصصية التي تعطي الجانب النفسي والقيمي ما دورها دورها تنشئ الجيل مسلم قادر على البناء والإعمار إذن لها الدور اللي هي المواقف القصصية والتي هي تعطي الجانب النفسي والقيمي فهذول لهم نفس الدور كمان مواقف القصصية لها نفس الدور وهو تنشئ الجيل مسلم قادر على البناء والإعمال طيب أستاذ أنا حفظت بدي أفهم كيف بدي أفهم بحكي لك أي قصة في القرآن الكريم أنا بأخذ منها عبرة بأخذ منها موعدة مثلا قصة موسى والخضر في صورة الكيف كيف إنه موسى عليه السلام كان يسأل والخضر يجيب لكن الخضر طلب منه أن يصبر ولا يتعجل في العلم تمام فما استطاع موسى الصبر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليته صبر حتى نستفيد فإذن بأخذ منها أنا موعدة إنه العلم يحتاج إلى إيش يحتاج إلى صبر يحتاج إلى تحمل يحتاج إلى تأني إذن أنا أخذت موعدة من قصة هذا بيعطيني دور التحمل في العلم فبينشئ جيل متعلم إذن أنا أخذت قصة أعطاني قيمة قيمة العلم وأعطاني جانب نفسي اللي هو إني أتحمل على العلم وأنشأ لي جيل متعلم قادر على البناء والإعمار وأي قصة في القرآن الكريم تعطيق جانب نفسي وجانب قيمي قصة يوسف عليه السلام بكل ما فيها جانب نفسي وقيمي وتنشئ جيل مسلم قادر على التحمل وقادر على إعمار الأرض ممتاز ماذا تقدم الآيات المدروسة شو رح ندرس يا أستاذ تقدم الآيات المدروسة قيما إنسانية وأخلاقية قلنا شو القيام اللي هي المبادئ والأخلاقيات قيم إنسانية وأخلاقية هذه اللي بتقدمه ما فائدتها شو فائدة هذه القيم تغذي الروح وتهذي بالعلاقات وتقومها إذن في عندي ثلاث إجابات فائدة هذه القيم التي تقدمها الآيات المدروسة أولا تغذي الروح أنا أشعر بالراح هناما أقرأ وللعلم كما الجسد يريد الطعام والشراب الروح تحتاج طعام والشراب لكن الروح طعامها وشرابها في إيش في الدين في الصلاة في القرآن لأن الروح من الله والقرآن يغذي هذه الروح وبالتالي إذن هذه القيم التي بيّن ليه القرآن الكريم فيها تغذي الروح وتهذب العلاقات أنا لما أعرف قيمة الصبر قيمة العدي قيمة الكرامة قيمة المساواة فأنا بصير علاقتي مع الآخرين من خلال هذه المبادئ وتقومها لما أعرف قيمة الحرية ما مقدارها وأين حدها بتقوم علاقتي مع الآخرين لما أعرف قيمة المساواة وعدم العنصرية وعدم التفاخر بقوم تعامل مع الآخرين فإذن هذه فائدة القيم المدروسة التي سندرسها في هذا الدرس مثل هذه القيم ما هذه القيم التي سنأخذها أولا العدل قيمة العدل وهذه موجودة في صورة النساء ونحن أخذها آية من صورة النساء قيمة العدل قيمة العدل قيمة على الجميع وهي السبيل للتقوى إذن هذه فائدتها شو فائدة العدل بدأ أحفظ كل قيمة وشو فائدتها لكن أنا حاطت لكم في نهاية الدرس جدول على كل قيمة كيف نعرف هذه القيمة في أي آية وما فائدة هذه القيمة في جدول في نهاية الدرس في الدوسية إذن العدل قيمة على الجميع وهي السبيل للتقوى فائدتها السبيل للتقوى اثنين الكرامة الإنسانية والمسوائل هي موجودة في صورة الحجيرات الكرامة الإنسانية شو فائدتها صورتها الزاهية شو صورتها الزاهية يعني صورتها الجميلة الذي يحب يحبها الإنسان الإنسان يحب أن يعيش في كرامة وليس في ظل كما قال عمام الخطاب متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة فالإنسان يحب أن يعيش كريما وقال رب العالمين وقال تكرمنا بني آدم فالكرامة لها صورتها الزاهية شو يعني الزاهية الجميلة الذي يحبها الإنسان وهذه فائدتها والمساواة التي لها صورها البارزة شو يعني البارزة الظاهرة إذن القرآن ساوى بين الناس ما في إنسان يختلف عن إنسان إلا بالإيمان والتقوى ما في أبيض أسود ما في أحمر أو أبيض ما في والله هذا من بلد كذا وهذا من بلد كذا إلا من باب التعارف أما من باب عدم المساواة أو من باد التعبد والتعبيد فهذا مرفوض فالمساواة لها صورها البارزة الجميلة إذن هذه فائدتها ما فائدة الكرام الإنساني المساواة لها صورتها الجميلة وصورها البارزة الذي يحبها الإنسان وين موجود في صورة الحجرات ثم يتحدث عن القيم الإنسانية نقرأ تفصيلا في قيمة التسامح وين موجود هذه التسامح في صورة فصلة وين موجود صورة في قيمة التسامح في صورة فصلة طيب ما فائدة التسامح شو فائدتها فائدتها تدفع الباطل والجهل والإساءة طلع كل قيمة بدأنا نأخذ شو فائدتها إذن ما فائدة التسامح تدفع الباطل والجهل والإساءة واحد سبك ما بسبه ما بشتمه خلص بتغضى عنه فأنا دفعت الجهل دفعت الإساءة بقيمة جيدة وهي قيمة التسامح كما هو موجود في الصورة ثم في عندي قيمة الشورى فالشورى شو فائدتها أساس الحكم والذي من ضمنها التناصح والذي هو ركن أساسي في الحياة لا غنى عنه كما هو موجود في صورة الشورى إذن ما فائدة الشورى أساس الحكم وما فائدة التناصح ركن أساسي في الحياة لا غنى عنها إذن ننتبه هذا السؤال أعطاني القيم الموجودة في الآيات اللي بدأ أدرسها أول بحكيلي ماذا تقدم الآيات اللي راح أدرسها تقدم قيم إنسانية وأخلاقية شو فائدة هذه القيم تغذي الروح تهذي بالعلاقات تقومها طيب ما هي القيم لسا ندرسها أولا قيمة العدل شو فائدتها السبيل للتقوى اثنين طبعا وين موجود في صورة النساء اثنين قيمة الكرامة الإنسانية والمسواة شو فائدتها صورتها الزاهية الجميلة التي حبوها الإنسان كما هو موجود في صورة الحجرات ثلاث قيمة التسامح شو فائدتها تدفع الباطل والجهل والإساءة كما هو في صورة فصلت أربع الشورى شو فائدتها أساس الحكم والذي من ضمنها التناصح الذي هو رق أساسي فيها وين موجود في صورة الشورى مطلوب مني أعرف في أي صورة موجودة ومفائدة كل قيمة ممتاز وأنا للاختصار حاطت لك إياه في جدول موجود في نهاية الدرس فانتبه وادرس جيدا أيها الحبيب اترك من إيدك كل إشي ركز معاي بدك تجيب علامة كاملة تستطيع والله مر على أيدينا من المعجزات ما مر أنا أقصد المعجزات يعني الشيء مش المعجزات النبوية وإنما هناك طلاب اشتهدوا وجدوا وكانت علاماته في السنوات السابقة سيئة لكن وضعوا في أذهانهم وضعوا في الطموح وضعوا الهدف وحصلوا على علامات عالية فعليك أن تضع الطموح في ذهنك حط علامة كاملة بدك تجيب علامة كاملة يا أستاذ بقدر آه بقدر بستطيع طيب ما هي القيمة القيم الإنساني الواردة في سورة الشورى وفي الصلة قيمة التسامح والشورى هذا السؤال عشان أحكيه لك إنه ممكن يجيك سؤال من الفقرة السابقة بحسب ما أخذنا فالقيمة الموجودة في سورة فصلة التسامح وفي سورة الشورى الشورى قولي يا أستاذ شو يعني الشورى؟ يعني التشاور إنه أتشاور مع غيري إذا بدي أنا أختار إشي معين بشاور غيري بجوز عنده خبرة أكثر مني بساعدني طيب ما أهمية الشورى والتسامح التسامح يدفع الباطل والجهل والإساءة الشورى أساس الحكم والتناصح حق أساسي هذا مكرر نعم مكرر والذي قبلها مكرر مكرر شو يعني مكرر يا أستاذ؟ يعني موجود في الفقرة السابقة بس هنا لأهميتها بعيد السؤال والتكرار يعمل الإقرار في الدماغ طيب الآن جو النص أخذنا نأخذ بعض الإضاءات ماذا نلمح في كل آية؟ شو يعني نلمح؟ نلاحظ في كل آية في القرآن الكريم نلمح في كل آية اللفتة شو يعني لفتة؟ ثكرة ثكرة عجيبة تبرز خبرة ودراية متناهية إذن من نلمح من لاحظ فكرة عجيبة وهذه الفكرة تبرز خبرة ودراية متناهية يعني ليس لأحد بحاجات النفس البشرية ومتطلباتها إذن نحفظها لحدتهم والتي نقيم بها حياتنا على أسس وركائز راسقة مفروض نحفظها كاملة بس خلينا نفهمك إياها بحكي لماذا نلاحظ في الآيات؟ من لاحظ أن كل آية فيها فكرة عجيبة كل آية هذه الفكرة بتلاحظ أنه خبرة التاريخ ودراية متناهية دراية لا نهائية بعلم الناس بما يجري مع الناس هذه الخبرة وهذه الدراية هي دراية بإيش؟ بحاجات النفس متطلباتها والتي لا نستطيع أن نحيا بدونها فهي الأسس والركائز الراسقة تحكي لي يا أستاذ شو الأسس والركائز الراسقة؟ هي أحاجات النفس البشرية متطلباتها والتي نشأت من الخبرة والدراية في أفكار القرآن الكريم كل فكرة في القرآن الكريم فيها خبرة ودراية بحاجات النفس ماذا يريد الإنسان؟ كيف أتعامل مع الإنسان؟ كيف أبني علاقات مع الناس؟ كل ذلك موجود من خلال آيات وأفكار الآيات وهذه الأفكار التي هي أدرى بمطلبات البشر لأن رب العالمين هو الذي أنزل القرآن وهذا القرآن كلام الله ومن أدرى بالبشر؟ رب العالمين خلق البشر وهو أدرى بهم لذلك وضع لهم دستورهم وقيمهم وهو القرآن الكريم فكان هذه الأسس والركائز من خلال أفكار القرآن الكريم التي فيها خبرة ودراية متناهية بالناس ماذا أولى النص القرآني؟ شو أولى يعني أعطى؟ شو أعطى النص القرآني القيم الإنسانية؟ ماذا أولى النص القرآني؟ شو أعطى القيم الإنسانية؟ أعطى النص القرآني القيم الإنسانية اهتماما بالغا ليش؟ لأنه يقر بدورها العظيم في النهضة والارتقاء إذن أعطى النص القرآني ماذا؟ ماذا أعطى النص القرآني؟ أعطى القيم الإنسانية شو يعني أولى؟ أولى من الأولوية أعطى أولوية النص القرآني أعطى أولوية لإيش؟ للقيم الإنسانية شو القيم الإنسانية؟ أخذنا منها العدل الشورى التسامح إلى غير ذلك لأعطاها اهتماما بالغا النص القرآني أعطى القيم الإنسانية اهتماما بالغا لماذا؟ لأنه يقر بدورها العظيم دور مين؟ دور القيم الإنسانية شو دورها؟ النهضة والارتقاء إذن ما أهمية القيم الإنسانية أخذناها سابقا القيم تغذي الروح تهذي بالعلاقات وتقويمها لكن هنا لما يحكي لي ما دور قرق بين السؤالين ما دور القيم الإنسانية النهضة والارتقاء؟ ما أهمية القيم الإنسانية أخذناها سابقا فوق تغذي الروح تهذي بالعلاقات وتقويها؟ شو أهمية الاهتمام بالجانب النفسي والقيمة أخذناها فوق؟ لها دور بارس في تنشئ الجيل مسلم قادر على البناء والإعمار ما هو دور القيم الإنسانية؟ ليست أهمية دور القيم الإنسانية هي النهضة والارتقاء ما أهمية اللفتات القرآنية تبرز خبرة ودراية متناهية بحاجات النفس البشرية؟ أسئلة هذه الأسئلة مكررة على الأسئلة السابقة هذا فقط جو النص أخذت فكرة كاملة عما سأدرس من الآيات إذن يا أستاذ أنا سأدرس العدل، سأدرس الشورى، سأدرس التسامح، سأدرس التأمل في الكون، سأدرس المثل عدم التفاخر، هذا الكلام هي كلها قيم إنسانية سندرسها فرق دور القيم الإنسانية، النهضة والارتقاء، بينما أهمية القيم الإنسانية تغذي الروح وتهذي بالعلاقات وتقومها هذا جو النص موجود في الكتاب على شكل نص صغير، فقرة كاملة، أنا فصلتها على شكل سؤال وجواب بهذا نكون انتهينا من جو النص وهي البداية والانتراق لدراسة الآيات بالتفصيل الممل بإذن الله، بل هو بالتفصيل غير الممل إن شاء الله وإنما أن أقول ممل من باب أني لن أترك شيئا إلا سيكون بين يديك فانتظروني أحباب الطلاب في شرح الآيات